أعزائي المشاهدين أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج نبض الحياة ضيفتنا اليوم دكتورة عرفت بتفوقها الدراسي والجامعي عرفت بشغفها للمهنة وعرفت بعطائها المتميز تنحدر من عائلة مثقفة أب وأم عملوا بالمجال الصحي والتربوي تتلمذت بالجامعات العراقية وتتلمذت على يد النطاسي المرحوم دكتور أنور إبراهيم رحمه الله معنا في حلقتنا اليوم الدكتورة أخصائية أمراض النساء والتوليد الدكتورة بيسان أعطير أهلا وسهلا فيك دكتورة الله يعافيك اليوم دكتورة رح نتحدث عن موضوع لفت نظري ولفت أنظار العديد من المواطنين لانتشاره بصورة غير طبيعية أنتوا كأخصائيين في هذا المجال بدي تعطيني اليوم نتناقش أنا وياكي في موضوع تكيّس المضايض عند النساء لو سمحتي تحملينا أنا ما عندي إلمام لكن أنا أخد منك وقت وتشرحينا وتوضحينا وبداية تعريف بتكيّس المبايد تفضلي وتكيّس المبايد خلينا نحكي هو مش مرض هو اضطراب هرموني بيصير بالجسم حاليا بهاي المرحلة احنا كتير منعاني منه كتير في عنا صبايا صغار هو بالعادة بصير بين عمر 18-42 سنة بهيك بهاي العمر بيكون خلينا نحكي الأكتر بيجينا فيهم هو بيكون اضطراب هرموني بيؤدي لفشل عمل المبيض بشكل سليم ما بتيجي الست بشكل عادي بانتظام دورة طبيعية بتيجي بمشاكل كتيرة فبيؤدي لما يسميه هو اضطراب أو متلازمة تكيّس المبايد متلازمة متلازمة ما نقدر نعتبره مرض هو متلازمة تكيّس المبايد هذا هو التعريف الفعلي اللي له اضطراب هرموني بيؤدي لعدم دوج حويصلات المبيض عدم شغل المبيض بشكل سليم فبيؤدي لعدة عوامل تيجي الست بعدة أعراض تيجي بتشكب منها أوكي دكتورة يعني مدام اضطراب هرموني المبيض هو يعتبر غدة بالضبط هو عضو بفرس هرموني هل هو اضطراب الأساس في المبايد نفسها؟ لا ممكن يكون هو خلينا نحكي فشل بالتواصل بين الغدة النخامية مرات بيكون مع المبيض هي هاي سلسلة هرموني بتبدأ من الغدة النخامية من الهايبثن يعني بتنزل للمبايد بتنظم هرمون جسمنا كامل أي اضطراب بأي واحدة منهم ممكن يؤدي لي لفشل أو اضطراب بعمل المبيض المبيض هو بينتج هرمونين أساسيين اللي هم هرمون الاندروجين هرمون استروجين بالحال الطبيعية المفروض يكون فيه تعادل فيه تساوي بيناتهم أي خلل بأي واحد منهم بيؤدي لأمراض معينة بالتكييس بدأ يصير عندنا هرمون الاندروجين يفرط إنتاجه ويزيد بكثرة أي شو هرمون الاندروجين؟ هرمون الاندروجين هو هرمون بيفرز من هرمون الذكري ذكري عند الإناث هرمون الذكري عند الإناث إحنا موجود عندنا كأي أنثى موجود عندنا بس لازم يكون بنسبة معينة ما يتجاوز حد ليأدينا لأعراض دكارية تصير عندنا يصير خلال يصير يعملنا مشاكل إذن محور من النخامية المبيض ممكن يأثر على هذا المحور غير المبيض؟ أكيد بيأثر على أي شيء ممكن الغدة الدرقية ممكن الغدة الحليب ممكن أي شيء يعني هرمونات كل جسمنا متصلة مع بعض فممكن أي شيء يأثر على بعض بالمبيض ممكن يأثر بالغدة الدرقية ممكن يأثر هرمون الحليب ممكن يكون عندنا برضو فيه مشاكل كلهم بيعملوا مشاكل سواء طيب تكيز المبيض كيف يكتشف أول مرة؟ كيف تيجي الحرمة أو الست أو البنت؟ خلينا نحكي تقريباً 90% من اللي بيجونا نسبة كبيرة بيجو منهم عندهم اضطراب في الدورة الشهرية يعني هالست بيجو تحكيلي أنه أنا دورتي مش منتظمة نهائية أو ما بتيجيني مثلاً كل شهرين ثلاثة هاي خلينا نحكي نسبة كبيرة بس هاي مش الاشي الوحيد ممكن مرات بصدفة ينكشف تيجي الست لأي اشي عارض نعملها الترساند بنشوفي عندها مثلاً تكيز على المبيض ممكن تيجي نتيجة أنه بتشكيل كتير عندي شعري بجسمي زائد وجهي كتير فيه شعر جسمي كتير فيه شعر شعر رأسي كتير قليل بلش أنه يقل اكت أو مثلاً بيجو بيصعوا لموضوع الحمل أنا دكتوري بحاول أحمل ما بصير عندي حمل ايش المشكلة مش عارف يعني فبيجو هيك تقريباً أغلبهم مرات بيجو لا بيجو مثلاً بيشكوا أنه عندنا سمنة زائدة ممكن برضو نكتشفهم خلالها يعني نتيجة هذا الوضع برضو يعني فئات عمرية متفرقة متفوتاً ممكن صبايا غير متزوجات صحيح أكيد ممكن يجعلهم مشاكل لا إلو أي علاقة إنها ستمتزوجة أو مش متزوجة يعني أغلب الحالات فيه إطرابات في الدورة الشهرية أغلبهم بيجو نتيجة خلل بالدورة ما بتجيهم دورة منتظمة ما أجتهم دورة لسه بيكون هو السبب طب دكتورة بفرضاً إنه إجدتك مريضة بتشكي من إطراب آخر أو تحولت إليك من طبيب باطني أو أي طبيب آخر عملها ألترا ساوند لبطنها وشاف فيه أكياس على المبيض هل هذا كل أكياس المبيض تعتبر مرضية ممكن أنا أعمل سهولة ألاقي في عندي تكييس مبايد واضح هوي صلات كتير على المبيض بس ست بتجيها دورة منتظمة ستفحوصاتها طبيعية أوكي أنت عندك متلازمة التكييس بس أنت ما عندك أعراضها ما عندك مرض فعادي بتعيش حياتها طبيعية ما في أي مشكلة عميها يعني مش ضرورة تتوجه إلى أي واحدة مدام دورتها منتظمة بسرط إحنا عشان الشخص هاي الست إنه عندك تلازم التكييس المبايد بعتمد على ثلاث شغلات أول إشي اللي هما ست دورتها غير منتظمة أو دورة قليلة جداً أو ست تكون عندها هيرمونات أو علامات خلينا نحكي زيادة الهيرمون الاندروجين أو الهيرمونات الذكرية أو على الألترساوند إنه حجم المبيض جداً كبير حوي صلاته متعددة في عنا أرقام معينة إحنا منعتمدها إذا عندها الستينتين من ثلاثة هاي اللي هي خلينا نحكي يعني خلينا نحكي إذا تنين من ثلاثة الست جمعوا عندها من الأعراض فأنا بقدر إنه بكل ثقة أشخصها إنه أنت أست عندك تكييس مبايد بس ست عندها عارض واحد منهم مش يمأثر على الحياة مش شيء ما بقدر أشخي لك لا إنت ست عندك متلازمة التكييس لازم عشان أشخص لازم يكون عندي تنين من ثلاثة طيب إحنا الفحوصات الهرمونية متوفرة في بلدنا طبعا كلها متوفرة وكلها موجودة إحنا أهم إشي منعتمد على كانوا زمان يعتمدوا على الأفأساتش والألقاتش اللي هم الهيرمونات اللي بتطلع من الغدن وخامية بس حالياً بطلنا نعتمد يعني كان إنه لازم نسبة إذا كانت أكتر من ثلاثة لواحد حالياً بنعتمد على الهيرمونات بنعملهم هيرمون التستستيرون اللي هو الهيرمون الأساسي بالهيرمونات الذكرية بالضبط إذا كان كتير عالي بنعتمد لهم مثلاً لأنه ممكن كمان نعمل غدة دريقية وحليب لأنهم كتير بيكونوا مرتبطين مع بعض ممكن الخلل يكون مثلاً لأنه عندها خلل بالغدة دريقية فهو الأساس مش التكييس اللي عاملها المشاكل أو ممكن يكون خلل بالحليب يعني هيرمون الحليب فنحن نطلب لها في حوصاتها كاملة بناءً عليهم نمش معها بخطة العلاج لكي نعرف ما هي السبب و ما هي الموجودة طيب وحد يظهر عندها تكيّس مويد هل إله علاقة إذا إمها كان عنده أو أختها أو حد من قريبها في عامل وراثي؟ السبب كسبب تكيّس إيش هو مية بالمية مش معروف بس فيه طبعاً فيه دراسات بتحكي أنه العوامل الوراثية بتلعب دور والعوامل البيئية بتلعب دوري كبيرة يعني هو إشي بس ست أنا أصلاً إما عندها تكيّس خواتها عندها تكيّس أنا بحطها دوري عيني الاعتبار بعيني الاعتبار أما مش شرط لا مش شرط نهايه أنه أنا مثلاً والدتي عندها تكيّس أنا يقول عندي لأ أكيد مش إشي وراثي بحث لأنه هو أصلاً السبب الرئيسي ليش اللي بيصير هيك شو اللي بيعمل هيك هو مش معروف طيب دكتورة لو واحدة متزوجة وخلفت بطن واثنين وهو حاولت تخلف بعد ذلك وظهر عندها ممكن يظهر عندها تكيّس المويد بعد الإنجاب أكيد ممكن جداً يظهر عندها يعني ليش له سن معين ليش له سن معين ولا مربوط بأي إشي معين يعني برضو طيب حكيّينا عن الحلقة هذه تبعات الهرمونات هل للبنية الجسدية تأثير في تطور أو ظهور تكيّس المبايض عند الإناث؟ بالفعل حتى إحنا نلاحظ بهاي الفترة كتير وصار الإشيان أنه إحنا عندنا سمنة برضو صارت السمنة يعني إشي موجود خلينا نسميه مرض موجود حالياً السمنة من واحد من العوامل اللي بساعد بيزيد مرض التكيّس حتى لو كان عندها درجة ضحيفة من التكيّس زاد وزنها زاد هذا بيسوي الموضوع إحنا أول خطة بنحكي لهم بخطة علاجنا نزلي وزنك قبل ما نعمل أي إشي طيب في الناس بيقول شو ظاهر عليهم؟ صحيح مش شرط يعني إحنا بنحكي واحدة منهم بس مش شرط في ناس بيكونوا كتير ضعاف يعني حتى أقل من المستوى الطبيعي بس برضو بيكون مبيضها ما قدر ينتج الحويصلات الأساسية ما قدرت هاي حويصلات تنفجرت حويصلات تتجمعت فعملت ما يسمى تكيّس المبايض طيب ممكن يكون هاي الضعيفة وكذا عندها نسبة الدهنيات أو كذا عالي ممكن يكون هاي الضعيفة هل الدهنيات دور في تكيّس المبايض؟ بلعب يعني بيزيد هو مع الهاي كلهم بيزيدوا مع بعض يعني طيب هسا الأكياس اللي في المبيض يعني في مبيض عند عليها كيس أو كسين في مبيض حجمها كبير بسبب كبر الأكياس على إيش بعتمد هاد؟ هلا في فرق بين الكيس والتكيّس التكيّس هي حويصلات قبل مرحلة دخليني نسميها اللي هي البريو فيوليشن قبل أنها تنفجرت طلع لنا البويضة هي تحوصلات وما قدرت تنفجر فجمّعت أكياس على المبيض فلنسميها تكيّسات الأكياس صغير فيه كيس دم، كيس ماي، كيس شعر هذا إشي تاني نهائي كيس ماي، كيس دم، كيس شعر هذا موضوع آخر يعني بس هاي كل طبعا ما زادت التكيّسات حويصلات على المبيض كل ما زاد حجم المبيض كل ما قلّت كفاءته لإنتاج الهرمونات بشكل طبيعي أكيد فيه معلومة بتقول أنه فرط تنشيط المبيض إيش معنى فرط تنشيط المبيض؟ يعني فيه نساء بأخذوا حبوب منع حمل بأخذوا هرمونات بطريقة معينة؟ هرمونات، بالأغلب اللي بيحتاجوا مثلا إنهم يسرعوا موضوع الحمل مرات بيأخذوا، بساميها بالعربية إحنا هيك المنشطات اللي الناس اللي بيعرفوها بأخذوا منشطات، هلا هاي المنشطات بتزيد عدد الحويصلات بتزيد عدد المبيضات اللي مفروض تطلع يعني فممكن يعملنا برضو مشاكل مع الناس اللي عندهم تكيّس مبيض إلا عندهم تكيّس مبيض، بس ما بيعمل تكيّس مبيض؟ لا، ما بيعمل بس بيزيد بس بيزيد بالضبط طيب، تكيّس المبيض إله عمر محدد وإلا هذا مزمن بيضله؟ هلا، خلينا نحكي تكيّس المبيض بيروح ما بيروح ما بيروح، بس إحنا منقلل أعراضه منقلل آثاره السلبية منقلل المشاكل اللي هو عاملها طبعا بالعلاجات، بنظام الحياة بأشياء كثيرة، بخبرتك المهنية والعملية، ما شاء الله عنك دكتورة في حالات استجابت؟ جدا قد يش فترة العلاج تستمر؟ في ناس بيستجيبوا من شهر، في ناس بياخدوا سنين، ما بيستجيبوا حسب كيف، كيف درجة اللي واصلة عندها هي، حسب كيف استجابة المريضة، كيف وضع المريضة، كيف وضع هرموناتها، كله بيرعب دور طيب، بتنصح أنت، في عمليات غير الحبوب أو الأدوية؟ صحي، ألا، في عمليات كيفية المبيض؟ عشان نخلص المبيض من هاي الحويصلات المتكيسة اللي على سطحه، عشان نطلع، نعطيه مجال يطلع حويصلات جديدة، يطلع، ينشط هاي العمليات بتعمل، طبعا، هلا، العلم كله تطور كلها بتنعمل لابروسكوب، بتنعمل بالمنظر، بالمنظر، أكيد يعني بتنعمل، بصير عملية فيها تثقيب للمبيض بدرجة معينة، بيش معي عشان برضو ما نظر للمبيض ولا لإذين موجودة إن هي العمليات؟ موجودة طبعا، تنعمل، هلا مدة، بس هي فيها الفكرة شوية بالعملية إنه مدتها ست أشهر خلينا نحكي، إذا خلال ست أشهر الست ما صارت حامل، بالعادة إحنا بنعملهم للناس اللي بيصعوا للموضوع الحمل يعني، بصعوا عبدهم، بصعوا اه، إذا ما صار خلال ست أشهر حمل، فإحنا المبيض بيرجع إلى وضعه الطبيعي، إلى وضعه الأصلي، فمضطرين ممكن أن نعمل كمان عملية ومش كتير من الجألة هيك، يعني خلال ست أشهر حملت، إحنا بنحكي العملية مشهد أمورها تمام ونجحة، ما حملت فبنكون مفاهمين طبعا المريضة وشارحين لها هذا الوضع بالبداية طيب دكتورة هاي العمليات وهي الأدويين، ممكن احنا بنعرف أنه من الطب درسنا أنه المبيض بيخلق بعدد معين البويضات لإنتاج كده كده هل بيأثر على عدد البويضات ولا منشجع تسريع العلاج عشان تسريع الإنجاب؟ احنا بنولد بعدد معين، بعدد ثابت من البويضات، بنكون حتى قبل ما ننولد هم موجودين عنا بيمروا طبعا بيضلهم بيخلين حكي مرحلة خمول لحد ما يصير عنا النضوج نوصل لمرحلة النضوج، مرحلة نزول الدورة اللي هي بتبلش فيها البويضات تطلع، مرحلة الإباضة، هاي طبعا كل ما كانت الست عندها تكييس أكتر، الست تبلش عمرها يكبر فإحنا بنعرف أنه خلال فترة معينة خلص رح يخلصوا هذا المخزون اللي موجود عنا فإحنا منحاول لستات بفئات معينة أنه إحنا نسرع موضوع الحمل، نسرع موضوع هاي عشان يعني أنها تجيب بيبي أقل ما فيها خاص هدول بيسعوا لموضوع الحمل يعني طيب دكتورة عرفنا أنه كما مرة التأثير على الهرمونات اللي ينتجها الجسم طبعا الهرمونات هي تركيبات يركبها الجسم من البروتينات ومواد معينة هل فيه استشارات أو دراسات تفيد أنه نوع التغذية بتأثر على عمل الهرمونات هاي ومن ثم تؤثر بصورة مباشرة أو غير مباشرة على عمل المبيض دور التغذية حلا إحنا بنحكي عن تكيوز مبايد، تكيوز مبايد إشي أساسي فيه أنه أنا الست لازم تلتسمي بحمية غذائية لازم أي إش فيه كربوهيدرات، أي إش فيه دهون أنت لازم تقلليهم ما قدر تتقلليهم لازم تتبع مع أخصائي تغذية، أخصائي التغذية يحاول أنه ينظم لك أكلك يكون قليل جداً كربوهيدرات لأنه جسمها طبيعة تكيوز مبايد بصير عندهم مقاومة للإنسولين الجسمها ما رح يقدر يحرق الإشي الموجود عندهم، السكر، الهدر، ما بقدر كربوهيدرات الموجودة عندها ما رح يقدر يحرقها فلازم أهم إشيء لهم بالنسبة لهم يقللوا كثير يبتعدوا نظامهم الغذائي خلنا نوقف شوي عندك جملة مقاومة الإنسولين، ممكن توضحي لنا للمشاهدين بالتكيوز المبايد، واحد من الدلالات اللي بيكون عندهم موجودة بيكون عندهم جسمهم بيقاوم الإنسولين نتيجة علوه الهرمون الإندروجين، نتيجة المشاكل اللي بتصير عنهم الهرمونية بزرق، بيصير جسمهم يقاوم الإنسولين فتلاحظ مثلاً بيكون عندهم بيكون عندهم سمنة مفرطة هدول بينصحوا كثير، يعني ستبت الحكيك أنا ما كنت هيك تنصح بشكل كثير كبير قراءاتهم السكري ممكن برضو أنهم لفترة إذا أحملوا بحالهم برضو ممكن هم معرضين جداً لمرض السكري عفوا دكتور، في فخص لمقاومة الإنسولين؟ نسبة الإنسولين موجود أنها في البلاد؟ موجود، موجود، أكيد اجتمع عن فقوصات تانية غير الروتينية للهرمونات نعمل فقوصات عشان نشوف هذه المقاومة، لأن مقاومة الإنسولين بتلعب دور مهم في تركيب الهرمونات وعمل الهرمونات برضو فحص السكر اللي هو الـ OGTT اللي هو برضو هذا المقياس مستوى تركيز السكر عندهم بجسمهم كيف يعني؟ إنهم معرضين يصير عندهم سكرية مش معرضين لأنهم جداً معرضين برضو من واحدة من المضاعفات الدهنيات؟ والدهنيات برضو بنعمل الكوليسترول، الدهنيات برضو هاي بس إحنا ما بنعتمد عليها كنسائية بشكل كتير كبير هاي الشغل يعني قصدي إذا طولت الفترة العلاجية ممكن يكون ترك خلل من هاي نمط الحياة، نرجع لنمط الحياة والتغذية الصحيحة تحدثنا إنه الوجبات الغذائية إلها دور مهم في تنشيط عمل الغدد بشكل عام ومن ضمنها المبايض إيش إرشادات عامة دكتورة ممكن تعطي للشابات بالذات اليوم؟ أكيد خاصة بالعمر الصغير مع نظام الحياة اللي سيئ جداً خلينا نحكي اللي عندهم المتحضر بيسموه المتحضر سيئ جداً هو للأسف عجل أي صبية صغيرة أي حدا بيجي من شخص أنه عند التكييز أول كلمة بنحكي لهم إياها نظامكم الغذائي نشاطكم اليومي طبيعي تأكلكم وزنكم هدول الشغلات يعني شغلات أساسية جداً قبل ما أبدانهم أي إشي علاج أنا إذا بدأ عالجك أنت مش مغير الأساسيات أنا على الفاضي ما بقدر أعمل أي إشي هم عاد بركزوا على وزنهم وأشكلهم بس بدي تهتمهم الأشي اللي صح نظام التغذير صح إحنا مين تعيحكي لهم كل خضار كل فواكه كل هاي هالإشي لا ما بيأكلوا كلهم وجبات سريعة كلهم مشكلتات كلهم المشروبات الغازية هاي كلها نظام حياة جداً سيء سلبي جداً أول إشي لازم أنك تنقصي وزنك كيف بدك تنقصي وزنك بنظام غذائي صح نظام غذائي خالي من الكيربوهيدرات نظام غذائي الأساس الكيربوهيدرات في الموضوع إنه لازم نتخلص منه نظام غذائي مليئ يعني قليل دهون فيه فائدة إنه بس يبني جسمك بشكل صحيح هاي فهو أساس نظام حياتنا اليوم هو جداً سيء عشان هيك أصلاً المرض ما كانوا قبل زمان يسمعوا فيه كتير هلا بتلاحظ بين كل الستات من العيادة نصهم بيكونوا عندهم مشاكل مشاكل تكييس يعني ومشاكل الترباط في الدورة الشهرية بزرط أغلبهم يعني هس طالبات الجامعة رسالة طالبات الجامعة بيش بتنصحيهم يعني طالبات الجامعة بيطلوا على الجامعة كل أكلهم في الجامعة ممكن يقضوا عشر ساعات بالجامعة كل أكلهم وغذائهم بلا صحيح يعني هدول ينصحوا برأيك إنهم بالضبط أغلب ش هي وجبة الفطور هالي هي تقريباً ملغية نهائياً عند الكل تحيك أنا مفطر بالبيت أنا مفطر بالجامعة باكل أي إشي هاي لا لازم أساس فوجبة الفطور أساسية جداً وجبة الفطور بالعادة بتكون أصلاً صحية وخفيفة عند الكل موجودة وجبات السريعة هالي بيأكلوها ضروري جداً يخففوها ضروري جداً لأنه عن جدلة قدام شوي بتعمل مشاكل على كل النواحي عندهم طيب في عادات غذائية أنا بتخيل إنها بتأثر برضو طبعاً الحرص إنهم يأكلوا ومتفقين أنا وإياكي والعالم كله إنه أطفالنا وطلابنا وطالباتنا وولادنا في الجامعات بتعرضوا يعني عدم توفير هذا الغذاء الصحي في المقاصف والمطال مضطرين يأكلوا لكن مقابل هذا ممكن يعوضوا في مأكلات أخرى لما تنصح في الشوفان يعني بس ما بزبط يعني بس هي المشكلة يعني زي ما حكيت أنت عدم توفرها يعني مثلاً مين دو يحمل معها مثلاً وياخد معها ها بير زيت مثلاً تخيل ويكون بالجامعة بس ما يكون إيش متوفر حتى بالجامعة نفسها ممكن طالب يشتريها نفس من موجودة يعني بإمكانهم الطلابين ناجد الجامعة يتوفرهم المأكلات إذا توفر هاي الأشياء فبتكون أسهل يعني هم برضو مرات يعني هو طالع من الصبح للمغرب هم طالب يأكل أي إشي سعيدها يعني أكيد 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 طيب دكتورة فترة العلاج نرجع كمان مرة لمتلازمة التكايز المضايض نذكر المشاهدين أنه إله علاج إله علاج إله علاج والإطرابات راح تعالج لكن فترة العلاج تنصح إيش المشرفين على العلاج كيف الاستمرارية أكيد أول إشي لازم الالتزام بعدين ست أي ست مثلا أو إصابية صغيرة بتلاحظ مش بعد سنة مثلا أنا من السنة بتخربش علي الدورة أو من سنة أنا بلاحظ أنه أنا عندي شعر كتير إشي تهمل كل ما بلشت بالعلاج أسرع كل ما كانت عندك نتائج أكيد أحسن 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 تاني شغلة إحنا لما نبدأ بالعلاج إحنا بنحكي لهم من البداية إنه إحنا ما رح أوعدك إنه أنا بيوم يومين ولا بشهر وشهرين تخلصي من هذا الموضوع بس برضو لازم تلتزمي بكل إشي إحنا بنحكي لك إياه لازم مثلا الأدوية اللي إحنا بنحكي لك إياها تاخديها بانتظام تاخدي إما مثلا أنا باخد شهر وبترك شهرين ثلاث برجع بدي أبدأ علاج هذا برضو الإشي مش صح يعني الاستمرارية والانتظام بالعلاج مع نظامك الحياتي تغيير الأساسيات اللي حكينا عنها بناخد نتيجة أكيد أحسن طب شو رأيك في اللي بيقرأوه اليوم النت واسع والقراءات واسعة هل كل ما يقال على النت؟ أكيد لا لا أكيد لا إذن أعزائي المشاهدين هذي فكرة كويسة التزموا بطبيبكم قصد إنتي طبيبك لإنتي واتق في اللي إنتي مرتاحة عنده روحي وتبعي معاه باستمرار آه يعني هيك المفروض المفروض لأنه هو إش مرض مش يعني خليني نحكي أو هو الطراب مش سهل يعني الطراب ممكن كتير يعمل مشاكل كتير للمستقبل يؤدي لأشياء فلازم يعني يعني خلينا نحكي نحد منه ما نخليه يتطور ما نخليه يتفاقب طب سؤال خطر في بالي هسه خلال الحلقة يعني البنات في سن الدراسة ودخلوا في مرحلة البلوغ ممكن طبعا في كتير منهم بعانوا من طرابات في الدورة طبعا كل بنت تدخل في مرحلة البلوغ إلا في الدورة مش غير منتظمة ممكن لمحتي أو صدفتي في حالات يجوا عندك يكون عندهم تكييس مبيض في هذا السن المبكر ممكن فيه جدا بيكونوا بس بيكونوا معهم جدا مثلا بتلاقيها صبية عمرها 18 سنة كتير وزنها زائد بتلاقي عندها شعر بشكل جدا كثيف مش بس مجرد إنها الدورة غابتها هاي الدورة في إحنا أول سنتين ممكن يعني لما تيجينا الدورة تكون غير منتظمة هاي طبيعية جدا بس دورة غير منتظمة مع أعراض مبالغ فيها فلازم الأم يعني أو الصبية نفسها تسعى لها يعني تاخد بنتها على دكتور تشوف إيش المشكلة اللي موجودة يعني مش بس اقتراب بداية خلينا نحكي يعني اللي هي بداية الدورة عزائي المشاهدين مرة ثانية يعني مش بس انقطاع أو عدم انتظام الدورة الشهرية هو سبب من الأسباب للخصوبة أو مستقبلية لكن إذا لاحظتوا أي أعراض مثل متفضلة الدكتورة بيسان ظهور شعر الشعر وإن أماكن ظهور الشعر ممكن تظهر على الأنثى بأي إشي بس هدول بيجوا بشكلوا من شعر زائد على الوجه بالزيادة على الوجه أكتر شيء يعني جسمهم بشكل عادي بيكون آه بالزيادة بس الإشي اللي بيصير مبالغ اللي بيصير هم عن جد بكتير بنتبهوله هو ظهور الشعر على الوجه يعني الضقين الوجه عادة بشكل عادي بيكون بإشي مبالغ فيه وزيادة طيب إذا فيه إما بتعرف أنه بنتها يعني لاحظت أنه بنتها عندها اضطرابات في الدورة الشهرية في بداية نموها وبداية تطورها إذا ما انتبهت ممكن يأثر على نموها بشكل عام على مظهرها الخارجي مظهر الخارجي أكيد بيديو يأثر لأنه بديو يعملها أصلا يعني بزيادة الشعر هذا الاشي الوزن الزائد رح يضرب لها إياها أعطولها لا بيأثرش يعني على هاي الشغلات أنا مو عظامها بيأثروش بس إنه إيش إنه هي بيأثر كإيش كبصير وزن زائد كبصير هيك مشاكل زائدة كمسلا معرضين لسكري مثلا هدول معرضين أشي فكل فدام بنحكي كل ما اكتشفت إشي غريب حصيتي بإشي غريب لازم تراجع طبيبك بأقرب وقت يعني دكتورة بيسان في ناس بلجأوا اليوم الطب البديل الطب البديل بلجأوا بلناش نحكي عن المشعوذين لكن البدائل الموجودة الطبية من أعشاب من مركبات هل بتنصحي هذا الحكي؟ يعني إحنا ما بنقدر نلغي وجودها نهائيا يعني وجود هيك شغلات يعني بس برضو بنفس الوقت مش أساسي مش أساسي فيه طب فيه علم بزرط لأنه هذا إشي واضح إشي خلل إشي مرض يعني إشي مشكلة بس ما بنقدر أكيد نلغي وجود الأشياء البديلة برضو يعني إن شاء الله إذن أعزائي المشاهدين أرجو أن تكونوا قد استوضحت أن تكون قد وضحت الصورة بالنسبة لتكيّس المبايد دكتورتنا أخفقت وأعطت كل ما لديها وبتخيل أنا فهمت بعض المواضيع برضو اليوم كدكتور برضو ما بلم المام كامل في هذا الموضوع لكن انتبهوا يا أميات على بناتكم بالنسبة لإضطرابات الدورة الشهرية أو تغيرات أي تغيرات بمظهرها الخارجي ما تنسوا وما تخجلوا إنكم تتوجهوا لأي طبيب أو طبيبة اليوم طبيبات متوفرة التعامل بين أنثى وأنثى يختلف والحمد لله أنك وادر مثل الدكتورة دكتورة شكرا كتير الله يساعدك هالمعلومات القيمة بسحب أضف لهم شغلة بحرية كتير إنه تكيس المبايد إحنا ما منخاف بس لأنه هلا لأنه فيه إلوأسار للمستقبل برضو ممكن يعملنا شوية مشاكل يعني السلطة اللي عندها تكيس مبايد ما بيصير دورتها تغيبها أكتر من ثلاث أشهر هاي نظرية كتير مهمة لأنه هذا بيؤدي لتضخم بطانة الرحم تضخم بطانة الرحم مرة 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 ممكن لا سمح الله أنا ما بدأ أحكي لكم إشيء كتير كبير بس فيه نسبة أنه ممكن لا سمح الله يتحول لأشياء خبيثة ممكن برضو إنه التكيس لفترة طويلة جسمي بيقاوم بالإنسلين فممكن إيش يعملي كمان ممكن يعملي سكري ممكن يكونوا معرضين لأمراض القلب ممكن ممكن معرضين لأمراض الأوعية الدموية فإحنا لما منا نحكي لكم إنه التزموا بعلاجكم لما إحنا نعطيكم مثلا دواء السكري مش لأنه أنت عندك سكري لأنه أنا بدي أقلل بدي أحسن كفاءة جسمك بدي أخلي جسمك يرش على وضعه الطبيعي فلازم ما نهمل فيه لأنه مش بس على الوقت الحالي بيأثر مش أنا مثلا جبت بيبي وخلص أو مثلا أن نظمت دورتي بدوه وخلص مش ضروري بعدين أرجع له لأنه فيه إلى المستقبل بيعملنا ممكن مشاكل كتير فبس حبيت أوضح لكم شكرا كتير معلومة قيمة جدا جدا دكتورة بيسان أشكرك في نهاية الحلقة شكرا على المعلومات القيمة أعزائي المشاهدين أرجو أن تكونوا قد استفدتم واستمتعتم بهذا الموضوع لأنه محور مهم نحكي فيه يخص أبنائنا وبناتنا يخص المجتمع من أفراد وأسر لذلك أي استفسار توجهوا للطبيب الخاص بكم استفسروا عن أي معلومات من طبيبكم الخاص بالنسبة لهذا الموضوع ما تستهينوا في هذا الموضوع لأنه ينتشر بكثرة مثل ما حكت الدكتورة لكثرة العادات الغير صحية المتوفرة والمنتشرة في مجتمعنا شكرا لإصغائكم مرة أخرى شكرا دكتورة بيسان وإلى اللقاء في حلقة أخرى من برنامج نبض الحياة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر